سوسيا تونتوان دان فونتوان جامعين ورماتسكين أيها الحفل الكريم نيابةً عن اللجنة التنظيمية للإحتفال نشألكم على حسن متابعتكم في هذه اللحظة المباركة نواصل جلستنا هذه بالمحاضرة الثانية جلقه الفضيلة الحبيب السيد مومر الحميد الجلاني كالمعتاد اسمح لي أن أقربكم نبذةً شخصية لفضيلة الحبيب يعيش الحبيب عمر بمكة المكرمة وهو خطيب مشهور متعود بهذا الإحتفال وهو رئيس مجلس الأمنة بجامعة الأحقاف حضر موت اليمن وهو أيضاً عميد بكلية الدراسات القرآنية وهو أيضاً أستاذ زائر نشيط لا سيما في مجال الشريعة ومتخصص بالمذهب الشافعي وبهذا نتشرف الآن بدعوة فضيلة الحبيب عمر حمير الجلاني لإلقاء المحاضرة الثانية وكما تشرفت الجلسة بدعوة الأستاذ علي زين العابدين ليكون مترجماً فورياً لمحاضرة الحبيب فليتفضل مشكوراً فالحضر نسيان majlis yang segala hormatnya mempersilahkan الحبيب عمر حمير الجلاني untuk menyampaikan curamah kedua dan dipersilahkan juga Ustaz Ali Zainal Abidin untuk melakukan terjemah selari dipersilahkan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله خص من عباده خلايق سبحانه وتعالى بهذه الميزة التي هي ميزة الوداد والولاية له والاتباع لنبيه المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أولئك القوم هم الذين اختيروا واصطفوا من المولى سبحانه وتعالى واختارهم لنفسه أحبهم فاختارهم لنفسه ثم كساهم من معاني قدسه وعمهم بجوده وأنسه فهم له وهو لهم موالي هؤلاء القوم الذين جعلهم المولى سبحانه وتعالى عمداً لهذا الدين واجعلهم المولى سبحانه وتعالى نواباً عن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى الذين رباهم المولى تحت عنايته واجعل لهم الحفظ والرعاية والعناية منذ أن أدركوا فرعتهم رعاية المولى سبحانه وتعالى وذلك من قوله سبحانه واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني هؤلاء هم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم هؤلاء هم القوم الذين إذا رؤوا يشهروا ذكر الله فهو لهم سيما على الجباه يعرف معناهم بلا اشتباه من حيث ما يعرف ذو الجلال لهم من التقوى أجل زينة عند لقاهم تنزل السكينة هؤلاء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أولياء له هذه الولاية وتعني الموالاة منه سبحانه وتعالى لهم فهم الذين حفظ الله أسماعهم وحفظ أبصارهم وحفظ أيديهم وحفظ أرجلهم وحفظ جميع جوارحهم فلا يصرفون شيئا من نعم الله سبحانه وتعالى إلا في طاعة ولا يصرفونها إلا فيما يقرب إليه ولذا سبحانه وتعالى جعلهم أسوة وجعلهم قدوة يقتد الناس بهم ويتأسون بهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده هؤلاء الأولياء هؤلاء المختارون هؤلاء المصطفون من الله سبحانه وتعالى هم الذين أودعت محبتهم في قلوب الخلق في جميع الأعصري وفي جميع الأمززمزمنتي وفي جميع الأمكنا هم الذين إذا ذكروا اهتزت القلوب لذكرهم وهم الذين إذا وردت سيرهم على الناس وعلى مسامعهم تحركت عواطفهم وكان لها الأثر الفعال في استقامة كثير من معوج من سلوك الناس لأن المولى سبحانه وتعالى قد أودع ذلك في قلوب الخلق لهم من المودة ولهم من المحبة ولهم من الوداد ولهم من الإسعاد منه سبحانه وتعالى ما هم عليه في هذا المكان الرفيع المؤثر في الخلق على اختلاف طبائعهم واختلاف أمزيتهم وتنوع ألوانهم واختلاف بلدانهم فضًا منه سبحانه وتعالى ويختص برحمته من يشاء وذلك الفضُّ من الله لأنهم نواب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولأنهم المبلِّغون لدعوته ولأنهم الذين كان لهم الأثر الكبير في حمل رسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولأنهم رسل السلام ولأنهم رسل الوئام ولأنهم الَّذين قد وطَّدَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِسُلُوكِهِمْ طَرِيقًا يسير الناس فيه هو طريق الاعتدال وطريق العدل وطريق المحبة والطريق الذي يكون الناس عليه متحابين متوادين متعاونين على كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هؤلاء الذين جئنا لدعوتهم وهؤلاء الذين جئنا ندرس سيرهم وما كانوا عليه وما أُقرِمُوا به منه سبحانه وتعالى لنستنير بها ونهتدي بها ويكون لنا من الله سبحانه وتعالى بذلك الفوز ويكون لنا من الله سبحانه وتعالى القرب أولئك القوم الذين كان لهم الأثر الكبير في مسير أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتنظيم سلوكهم وعلاقاتهم مع بعضهم البعض وقبل ذلك تنظيم علاقتهم مع ربهم سبحانه وتعالى بسلوك طريق الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هؤلاء الذين كان لهم من الله سبحانه وتعالى الأثر الفعال حتى عندما تذكروا أسماؤهم هذا سيدنا الشيخ الأجل الأكبر الشيخ عبدالقادر الجيلاني قدَّس الله سره ونوَّرَ ظريحاه هذا الإمام الكبير هذا العلم الشهير هذا خليفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي عندما نذكر اسمه ويتردد اسمه في كل صقع من أسقاع الدنيا نجد العجب العجاب كيف وصلت دعوته وكيف تأثر الناس بها وكيف كان لها هذا الصداء الذي لم يبلغه أي صداء وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد ألانا القلوب له وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الأفدة مذللة لمحبته رضي الله تعالى عنه اجتمعنا في هذا المكان المبارك في هذا الحول العظيم وشكر الله للسيد النجيب الشريف الغطريف عفيف الدين ابن السيد عبدالقادر الجيلاني حفظه الله وزاده أن دعانا وحدانا لأن اجتمع في هذا اليوم المبارك في هذا المسجد المبارك في هذا البلد المبارك في هذه الدعوة المباركة ليكون هناك بين النبي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألفة ويكون بينهم محبة ويكون هناك تدارس لما يجب أن يكون عليه المسلمون من إخاء ومن تعاون ومن مودة بارك الله في جهوده وزاده الله من فضله وأعطانا وإياكم جميعا من جوده وكرمه في هذه الجلسة المباركة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعم بركتها أن يعم نورها وتعم بركتها الحاضرين والغائبين ويكون لها الأثر الكبير على هذه الأمة الإسلامية وعلى هذه الأمة المباركة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام وعلى آله والصحبه أجمعين جاءة أجمعين على الله سبحانه وتعالى yang telah mengumpulkan kita di dalam tanda kecintaan kita kepada mereka-mereka yang mana mereka ini adalah tokoh-tokoh yang mana mereka sentiasa bersama dengan الله سبحانه وتعالى tidak pernah terputus hubungan mereka dengan الله سبحانه وتعالى mereka lah yang sebenarnya dengan sebab mereka menjadi sebab turunnya rahmat Allah سبحانه وتعالى kepada umat manusia kepada seluruh bandar-bandar dan kota-kota dan dengan sebab mereka jugalah kita mendapatkan jambatan bagaimana untuk menyambung kepada sunnah Nabi kita Muhammad صلى الله عليه وسلم mereka lah orang-orang yang telah dipilih oleh الله سبحانه وتعالى yang mana mereka merupakan pilihan Allah yang mereka juga telahpun diberikan kelebihan oleh الله سبحانه وتعالى dan dilantik oleh الله سبحانه وتعالى sebagai awlianya dan juga الله سبحانه وتعالى dengan sebab mereka menjadikan agama ini agama yang lurus mereka itulah awliya Allah yang merupakan perantaraan kepada Nabi kita Muhammad صلى الله عليه وسلم di bawah naungan Allah سبحانه وتعالى barang siapa yang mengenal kepada mereka maka mereka agak akan mendapatkan rahmat daripada Allah سبحانه وتعالى sesuai dengan janji Allah Allah سبحانه وتعالى juga menjadikan bagi mereka-mereka yang duduk di dalam majlis mengenang dan menyebut akan kehebatan dan tokoh-tokoh ini mereka adalah kaum ataupun kumpulan yang tidak sia-sia duduknya mereka atau perkumpulan mereka dan apabila disebutkan akan mereka-mereka ini mereka adalah orang-orang yang terpancar di dahi-dahi mereka nur Allah سبحانه وتعالى mereka adalah merupakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah orang yang dimuliakan oleh Allah apabila menyebut kepada mereka kita juga akan bertambah ketakwaan kepada Allah سبحانه وتعالى Allah akan turunkan sekinah ketenangan bagi orang-orang yang menyebut dan juga mengenang kepada para-para salihin mereka juga adalah orang-orang yang Allah jaga akan nama-nama mereka dan sejarah kehidupan mereka mereka ini dijaga oleh Allah bahkan pandangan mereka dijaga oleh Allah tangan-tangan mereka dijaga oleh Allah pendengaran mereka dijaga oleh Allah kaki-kaki mereka dijaga oleh Allah panca indera mereka dijaga oleh Allah mereka dengan Allah tiada lain kecuali ketaatan kepada Allah سبحانه وتعالى sehinggakan mereka sampai kepada Allah سبحانه وتعالى mereka juga adalah merupakan contoh mereka juga adalah merupakan contoh tauladan yang terbaik mereka juga adalah merupakan petunjuk yang diturunkan oleh dijadikan oleh ditunjuk diturunkan oleh Allah سبحانه وتعالى sesuai dengan firma Allah سبحانه وتعالى mereka-mereka itulah yang telah diberikan hidayah oleh Allah maka kalau kamu ingin memperolehi kepada hidayah mereka maka ikutilah kepada mereka mereka itulah yang apabila sebutkan akan mereka bergetar hati-hati orang-orang yang mengenang kepada mereka akan tersentuh hati mereka kerana Allah سبحانه وتعالى telah menggunakan kepada hati-hati orang setiap manusia kecintaan kepada mereka-mereka ini Allah سبحانه وتعالى memberikan kesan yang cukup mendalam kepada hamba-hambanya yang mana akan merangkumi kepada setiap manusia setiap bandar dan kota yang ada Allah سبحانه وتعالى juga telah menghususkan yang mana Allah telah menghususkan kepada mereka itu untuk bergerak di atas jalan Nabi Muhammad SAW dan mempunyai suatu pengaruh dan juga kesan yang mendalam daripada dakwah Nabi kita Muhammad SAW mereka berjalan atas jalan Nabi kita Muhammad SAW dengan penuh jalan yang lurus dan penuh keadilan jalan mereka adalah jalan mahabbah jalan kecintaan jalan mereka adalah jalan-jalan bagaimana untuk beroleh dan mengajak kepada kecemerlangan dari seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW mereka itulah yang sangat kita inginkan mereka itulah yang sebenarnya patut untuk kita kenang dan kita ingat mereka lah merupakan satu kaum atau kelompok yang merupakan dan memberikan satu kesan yang cukup besar kepada umat yang mereka ini tiada lain dan tidak bukan mempunyai alaqat atau hubungan yang terus kepada Allah SWT hubungan mereka itu hubungan ihsan yang disebutkan oleh Nabi SAW iaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah kalau sekiranya kamu tidak kalau tidak pun Allah akan melihat kepada kamu inilah jalan mereka inilah keadaan mereka dengan Allah SWT kita melihat di antara contoh yang paling besar adalah Syekh Abdul Gadir Ajailani Qaddasallahu Ruhu iaitu salah satu syekh yang kita kenal pada hari ini haulnya iaitu seorang imam yang besar yang sangat terkenal apabila kita sebutkan akan namanya daripada nama-nama orang yang berada di atas muka bumi Allah ini maka sudah pasti orang ramai akan ta'jub dan juga akan merasa hebat dan kehebatan daripada nama yang disebutkan ini itu belum lagi dinyatakan tentang bagaimanakah dakwahnya bagaimanakah ilmunya bagaimanakah rahsianya di sisi Allah SWT dan kedudukan di sisi Allah SWT maka itulah menunjukkan bahawa Allah SWT telah menetakkan hata mahabbah dan kecintaan dan kesan yang mendalam daripada tokoh-tokoh ini di dalam hati manusia seluruhnya dan juga diambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan terima kasih atas perkumpulan ini lebih-lebih lagi kepada Syekh Afuddin Ajailani yang dengan sebab beliau kita dapat berkumpul di dalam majlis seperti ini di dalam tempat yang penuh keberkatan di dalam majlis yang penuh dengan keberkatan ini kemudahan Allah SWT akan menambahkan lagi usaha-usaha beliau dan juga akan memanjangkan umur beliau memberikan keberkatan dalam kehidupan beliau Amin dan keberkatan كما جاء عنه سبحانه وتعالى أنه يجيب دعاء من ناداه وأن من ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير من ملأه فأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذا المجلس المبارك وأن يجعله بوقساً سعيداً نسعد به إن شاء الله تعالى يوم الدين ويبلغ الله سيدنا الشيخ عبدالقادر رضي الله تعالى عنه عنا وعن هذه الجلسة ما يبهجه وما يفرح به وما يشفع لنا به عند الله تعالى وصلا الله على النبي الكريم وآله الطيبين واصحابه المهتدين والحمد الله رب العالمين ببعضان dengan perkumpulan ini memberikan pesan yang cukup mendalam dalam hati kita dan memberikan contoh dan tauladan yang dapat kita amalkan dan tidak syak kumpulan kita ini adalah perkumpulan yang akan diterima dan dikumpulkan oleh Allah سبحانه وتعالى sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW bahawa Allah سبحانه وتعالى menyatakan barang siapa berfikir dan mengingati aku dalam keadaan sendiri maka Allah akan mengingatinya juga dan barang siapa yang mengingati dalam kelompok yang ramai maka aku akan mengingatinya dalam kelompok yang lebih baik daripada itu dan diakhiri dengan doa mudah-mudahan kita yang kita aminkan amin ya rabbal alamin walafu minkum lebih kurang terjemahannya wa billahi taufiq majlis merekamkan ribuan terima kasih kepada Fadlatul Habib Omar bin Hamid Al Jalani dan Ustaz Nizamuddin atas terjemahan cerama yang kedua sementara tadi dan Ustaz Nizamuddin